بسم الله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد طبعا راح اسوي سلسلة كاملة الاغلب الاعطال راح اذكر العطل والاسباب العطل راح تستفيدوا ان شاء الله منها كثير كثير اول ما راح نبدأ فيه الان اللي هو الكويل الكويل اللي يجي على البوجي شفت البوجي اذا ركب يركب فوقه الكويل مش مشاكل الكويل هذا اذا خرب كيف تعرف ان المشكلة كويل طبعا هنا لنا طرق اكتشافه باسلاك وكهرب وطرق بدائية لكن كيف تعرف ان مشكلة فيه ولا لا من المشاكل حقه الكويل يعطيك رجة في السيارة والسيارة ترج من مشاكل المشكلة الاولى رجة في السيارة ام مشكلة ثانية ضعف العزم السيارة تبقى عزمها ضعيف برضو هذا من مشاكل الكويل صرفية بنزين تلقي السيارة تصرف بنزين تلقي الكويل المشكلة من الكويل انه ما يعطي كهرباء كويس او تكون الجلدة حقه الكويل نفسها مقطوعة والكهرباء تهرب فما يعطي للبوجي كهرباء اساس يحرق البنزين ورابع الشغلة اللي هي لمبة المكينة عندك في الطبلون تجلس ترمش تلقيها ترمش ترمش فهذه من مشاكل تلف الكويل طبعا فلا خيرا انت اذا طلعت لك لمبة المكينة في الطبلون افحص كمبيوتر رايح اعطيك رمز يدرع على الكويل وافحص الكويل الكويل يكون فيه تهريب كهرباء من الجلدة او يكون من نفس الكويل هو طويل يكون من نفسه فيه شعر يهرب منه كهرباء او نفس الكويل فيه داخله اللهم صلي عنه بي مقاومة تكون ضعيفة وما يوصل كهرباء طبعا هذا على الكويل وياه مرحبوا اياكم الله